اكدت وزارة الاسكان والتغطية العمراني بدأ اجراءات توزيع وحدات وشقق سكنية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية وأمر سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفيده الله بتوزيع 6128 خدمة اسكانية على المواطنين نعم حيث بدأت الوزارة توزيع وحدات وشقق سكنية بمدينة شرق الحد على المواطنين المستفيدين ضمن خطة التوزيعات الاسكانية الممتدة حتى نهاية شهر فبراير المقبل وبهذه المناسبة اشارت سعالة السيدة امنة بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان والتغطية العمراني لحرس الوزارة على تسخير طاقاتها لانجاز توزيع الخدمات الاسكانية وفقا للجدول الزمانية المعدل لذلك منوهة الى انه قد تم توزيع وحدات الشرق سترة خلال عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وامر صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء وذلك بوتيرة متسارعة ومستمرة ضمن الجدول الزمني وقالت الوزيرة ان التوزيع بمشروع مدينة شرق الحد يعد ثاني المشاريع المدرجة لخطة التوزيع حيث ستقوم الوزارة بتوزيع وحدات وشقاق سكنية من المشاريع الحديثة التي تقوم بتنفيذها كما اضافت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني بان خطوة توزيع شهادات استحقاق مشروع العمارات السكنية بمدينة شرق الحد تمثل مكتسبا جديدا باعتباره يلبي طلبات شقاق التمليك لعدد كبير من المواطني احنا نقول لحق بزارة اسكان يزاكم الله خير ما قصرتهم والله يطول بعمل الملك ولي العهد والشيخنا وملكنا الله يطول عمره ما يقصرهم والله يعزي مملكة البحرين ان شاء الله يا رب العالمين انا واجد سعيد وفرحان الحمد لله اليوم وقعت اوراق البيت وان شاء الله باقي المفاتح في اقرب فرصة والحمد لله امس انا محقق انجاز الثالث العرب في الدراجات اليدوية فئة اتشفور والحمد لله فصارت الفرحة فرحتين وفي نفس الوقت فرحت الاعياد الوطنية وكل الشكر لكل من ساعة في توفير هذه الوحدة حقي اشتركوا في القناة